السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الثالثة متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ يسمين وأبنائي الدرس عن نهار اليوم مهم جدا في الفيزياء إذن درسنا اليوم رح نشوف الفرق ما بين فرض ونوع كيميائي ولا التحول والتفاعل كيميائي إذن وش رح نعرفه في هذا الفيديو؟ نحن نعرفه أولا الفرض الكيميائي وشنه هو والنوع الكيميائي وشنه هو والتحول كيميائي وشنه هو والتفاعل كيميائي وشنه هو إذن حدار يقول لكم درس جد مهم يقدر يطيح لكم كفخ في الفرض أو الاختبار مفهوم ولا يقدر يطيح لكم بصيغة أخرى رح نشوفها مع بعض في هذا الفيديو إذن الأبنائي اللي نادرتها نحن على شكل خلاصة عامة يلا أول شي رح نشوفها الفرض والنوع الكيميائي مع أنتا كيقول لي فرض كيميائي وش راوي معني وكيقول لي نوع كيميائي في السؤال وش راوي معني مفهوم مع أنتا إذا خلط ما بينتهم هنا راني غالط وليسألني السؤال ما هو الفرق ما بين الفرض والنوع الكيميائي ومعرفش نجاوب مع أنتا ما نش فهم الدرس جيدا إذن يلا تركيز فقط أولا نبدأ بالفرض الكيميائي وش نو معنطها فرض كيميائي هو كل دقيقة مجهرية ولا دقائق مجهرية وش نو معنطها مجهرية ما نشوفها بالعين تاعي سواء ذرة أو جزيء هل فهم ذرة وش نو معنطها أبنائي ذرة ذرة كما هكا مثلا ذرة الأكسجين معنطها مثلا ذرة نشوفها مثلا بالمجهر ذرة مثلا الكربون ذرة الهيدروجين مثلا ذرات ما فهم هذه وش معنطها ذرة أما جزيء أبنائي معنطها مثلا كما جزيء الماء إن شاء الله رح نشوفه مثلا جزيء الماء هو H2O ما فهم جزيء آخر CO2 ما فهم وحنشوفهم مع بعض هذا وش معنطها الجزيء الجزيء هو مجموعة من الذرة معنطها ذرة تتلاسق ما بيناتها والذرة هي واحدة يلا هذا وش معنطها فرض كيميائي الفرض كيميائي هو كل دقيقة مجهرية حاجة ما نشوفهاش بعيني سواء ذرة أو جزيء أو شاردة إلى غير ذلك مكونة للمادة نقول لي أستاذة طبعا الذرة والجزيء والشاردة هدوهما لعفايس اللي متكونين من كل مادة خلقها الله تعالى أما النوع الكيميائي هذا خلاص كمنا مع الفرض الكيميائي أما النوع الكيميائي فهو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة هنا نحقنا لها إذا شوفوا الفرض قلنا هو الدرة هني شوفوا هني شددها على كلمة ذرة أو جزيء لكن النوع الكيميائي مجموعة من الأفراد تسمى هذا كي نحكم مثلا ذرة ذرة أكسيجين مع ذرة أكسيجين مع ذرة أكسيجين مع ذرة أكسيجين ما هشتقول لي أستاذة فرض هذا نسميه نوع كيميائي كيكون زعمة ذرة وحدها سموها لفرض كيميائي بسحكي تكون عدة ذرات من الأكسيجين هنا تولي نوع كيميائي إذن وحدة وحدها فرض كيميائي مجموعة نوع كيميائي ما فهم؟ لكن حداري اللي هنا شوفوا لي منيح هذه الكلمة متماثلة معناتها قع كيف كيف ما فهم؟ مثلا هنا نسيه نشوف تلميدي تفهموا يعني أنتم تسألوا سؤال أنتم تجاوبوا مثلا إذا كان عندي نعطيكم يلا بالصيغة أخرى H2O مع H2O مع H2O مع H2O بزاف معناتها ذرات الماء بزاف هنا وش نسميها؟ هل نسميها نوع كيميائي؟ طبعا تقول لي أستاذة نسميها نوع كيميائي لأنها مجموعة صح نعطيكم مثال آخر مثلا هنا ندير H2O وندير معها H2 وندير معها H2O2 معناتها ندير معها تاني سأل دو شوفوا هذه رهي بزاف أسكو صح رهي مجموعة لكن هل هذا نوع كيميائي؟ خطأ هذا ليس نوع كيميائي واختش نقول عليه نوع كيميائي كيكونوا متماثلين معناتها قع كيف كيف أسكو هادو قع كيف كيف؟ خطأ ماهمش قع كيف كيف إذن لازم يكونوا متماثلين باش نقدر نقولهم نوع كيميائي إذن خلاص إن شاء الله مزيد جديات تغلطوا في الفرد والنوع الكيميائي فرده وجاي من كلمة فرد معناتها واحد النوع كيميائي بزاف لكن بشرط يكونوا متماثلين إذن يلا المثال يقول جزي الأودو معناتها الأكسجين غاز الأكسجين هو فرد كيميائي أما غاز الأودو فهو نوع كيميائي إذن جزي أ كي تكون وحدة من الأودو يلا وحدة راهي وحدة نسميها فرد كيميائي وكي تكونوا غاز معناتها رم بزاف أودو نسميه نوع كيميائي لكن إذا خلطهم حذاري ماهوش نوع كيميائي يلا هذي خلاص فهمنا النوع والفرد الكيميائي والفرق بينهما يلا هنشوفه التحول ولا التفاعل الكيميائي نقول اللي يعرف هذي وميعرفش هذي ما دلنا واره إذن التحول كيميائي أبنا إيهو انتقال الجملة الكيميائية يقولي أستاذة وش معتها جملة كيميائية مكونة من نوع كيميائي أكثر معنتها انتقال جملة كيميائية معتها انتقال الأنواع الكيميائية وشنهما الأنواع الكيميائية مثلا غاز الأودو مثلا الماء إلى غير ذلك من حالة لأخرى مثلا زي ما نبدل حالة الماء مثلا يكون ماء ونرجع مثلا نعطيكم أي نوع كيميائي مثلا الماء ويولي حاجة واحدة أخرى إذن هذا عندي تحول كيميائي بشرط تتغير طبيعة المتفاعلات يعني المواد الابتدائية فتتحول وتظهر مواد جديدة تسمى النواتج مع أنت أنا عندي نوع كيميائي حطيته ودرت له مثلا سخنته ولا درت له أي شيء ولا ليعف سوحدة أخرى هنا نعرف بلي عندي تحول كيميائي وشنو هو تحول كيميائي؟ قلنا هو كل تحول يغير من طبيعة المادة يلا نعطيكم مثال مثلا هنا حطيت سكر وقمت بحرقه يلا حرق ولا سخنته تسخين يجي تسخين أحسن يلا بعد مدارح يصبح كرامل يلا هذا مثال فقط أسكو أبنائي تغيير الطبيعة قلوا نعم وسدكا سكر ولا كرامل هذي أول شيء باش نعرفه إذا تحول كيميائي نفس الشيء هل استطيع من الكرامل نعود نولي للسكر لا ما نقدرش نعود نولي إذا هنا عرفوا بلي يراكم في تحول كيميائي ما فهم؟ إذا تحول كيميائي تفي قلوب زجع فايس ما نقدرش نعود نولي للأصل تاعي وتتغير طبيع ما فهم؟ يلا أبنائي فتتحول وتظهر مواد جديدة تسمى النواتج إذا المواد اللي تكون عندي في اللو نسميها متفاعلات المواد اللي تنتج لي نسميها نواتج ما فهم؟ مع بقاء الكتلة الكلية محفوظة لأن الذرات محفوظة إذا نجامي الكتلة تاكم تتبدل أنا درت لهنا 100 قرام تاع السكر نلقى 100 قرام تاع الكرامل مستحيل أنه تتبدل والله وتنقص بقرام ولا صفر فاصل ما فهم؟ أنا درت لهنا كيلو نلقى كيلو ما فهم؟ هاتي يا وشنو معتها؟ بقاء الكتلة الكلية محفوظة وشنو معتها محفوظة؟ لا تتغير علاش؟ لكن كي يسألونا سؤال علاش؟ لأن الذرات محفوظة صح الذرات تاع السكر والذرات تاع الكرامل مش كفيف لكن تبقى نفسها أو يقول لي هنا كتلة المواد الابتدائية تساوي كتلة المواد الناتجة وهذه كي تكتبوها رأي عليها نقطة إذن محش تنقص ما لو ما عماركم لو كانت تكتبوها ما فهم؟ تكتبوها لي أنه عليها 0.25 كي يسألكم سؤال على الكتلة ما فهم؟ يعني غير على الكتلة هذا هو التحول الكيميائي قل أستاذة لكن ما هدرت لنشع تفاعل كيميائي تفاعل كيميائي نديروها عبارة عن هكذا كيم السهم نجب أن يكون عندي السهم متفاعلات والنواتج ما فهم؟ ما عندها وش كان عندي في اللول ندير السهم وندير وش عطاني نواتج هذا هو تفاعل كيميائي ما عندها نمثل بمعادلة ما فهم؟ يعني لي يفهم تحول كيميائي هو نفسه التفاعل ولا التفاعل كيميائي نعم ما فهم أبنائي إذن هذا بالنسبة للفرق ما بين الفرض والنوع الكيميائي والتحول الكيميائي إذن أي سؤال ولا السفسة حبيتوه خلوه لي في التعليقات رح نجاوب عليه بأقرب وقت ممكن وإن شاء الله الدرسة عن النهار يعني المقبل رح يكون جد مهم ألا وهو إن شاء الله رح ندخل إلى معادلات ولا كيف وازن المعادلات إذن إن شاء الله تكونوا في الموعد إذن كيما نقول لكم كالعادة أبنائي بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر